مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب يسوع المسيح هو الشخصية الجوهرية والأساسية بل هو الشخص الذي به نحيا ونتحرك ونوجد هو كلمة الله الأزلي الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا يسوع المسيح هو وحده المخلص الذي به نخلص والذي به تغفر خطيانا والذي به أيضا ننال الحياة الأبدية إلا أن الإخوة المسلمين في بحثهم ودراستهم عن يسوع المسيح أوقات كثيرة من أجل عدم إيمانهم بالمسيح يطعنون في الكتاب معدس والنهاردة أتكلم عن سؤال مهم جدا أي واحد قارئ للكتاب المؤدس يعرف الإجابة على هذا السؤال يعني بسرعة رهيبة هل يسوع المسيح قال عن نفسه أنه هو المسيح؟ هل يسوع المسيح قال عن نفسه أنه هو المسيح؟ المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه الكتب المقدسة اللي قال هو أنه كما مكتوب عني في كتب موسى في أصفار موسى والأنبياء والكتب يسوع المسيح الذي هو محور النبوات من أول سفر التكوين حتى سفر ملاخي هو محور النبوات المسيح الذي ينتظر اليهود المسيح الذي أعلن عنه في كلمة الله أنه من نسل المرأة أنه ابن إبراهيم من نسل إبراهيم أنه أيضا ابن يعقوب أنه أيضا يأتي من صبت يهوزة أنه يأتي من بيت يسة من بيت داود الذي هو أيضا سيتألم من أجلنا ويكفر عن خطيانا كل هذه النبوات نبوات كثيرة جدا في الكتاب المقدس في العهد القديم تتحدث عن مجيء المسيح فهل يسوع المسيح الذي أتى من ألفين سنة هو المسيح المنتظر الذي تحققت فيه هذه النبوات وزي ما حطيت في السؤال هنا السؤال الذي أربك دكتور منقذ السقار هتقول لي هو فيه سؤال ممكن يربك الدكتور منقذ السقار ده الدكتور منقذ السقار عنده إجابة على كل سؤال الدكتور منقذ السقار عنده إجابات على كل سؤال أقولك أنه هذا السؤال قد أربك الدكتور منقذ السقار فهل يسوع المسيح هو المسيح أم نحن ما زلنا ننتظر مسيح آخر طيب علشان نبدأ في الحلقة بتاعتنا هنشوف فيديو هذا الفيديو بيطرح بيطرح عليه شخص بيطرح على الدكتور منكز شخص هذا السؤال بيقول له هل عيسى هو المسيح؟ هل عيسى قال عن نفسه أنه هو المسيح؟ ونشوف الدكتور منكز بيرد إزاي على هذا السؤال ناخد الفيديو رقم واحد أهلاً دكتور الله أهلاً أهلاً وسلامة تفضل عندي سؤال أسئلة يعني هل إدعى عيسى أنه المسيح المنتظر؟ أيوة والله يا أخي أولاً نحن ما وصلنا كلامه المسيح عليه الصلاة والسلام خلينا 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 نوقفين خلينا نوقفين بيقول لك أنه إحنا ما وصلناش كلام المسيح إحنا ما وصلناش كلام المسيح هو أول حاجة عملها إيه؟ هو عشان يهرب من السؤال دوًا على طول قالك الأنجيل الأربعة مفهاش كلام المسيح الأنجيل الأربعة مفهاش كلام المسيح هو عارف الإجابة وخلوا بالكم من التنهد الكبيرة اللي خدها في بداية الكلام هو عارف الإجابة لكنه بيتهرب منها كمل شوف الفيديو وصلنا كلامه المسيح عليه الصلاة والسلام اين هو كلام المسيح لننظر هل ادعى المسيح عليه الصلاة والسلام انه المسيح المنتظر المنتظر طيب كويس يعني قالك انه اولا احنا ما عندناش كلام المسيح وبعدين قالك ايه خلينا ننظر نشوف الكلام اللي قالوا المسيح في قال انه هو المسيح ولا ما قالش انه هو المسيح طبعا لما نقرأ الكتاب المؤدس بنجد انه المسيح او القاب يسوع المسيح المسيح هناك عدة القاب هذه الالقاب مع بعض بتؤكد على ان يسوع هو المسيح هناك ثلاث القاب بيشيروا للمسيح على انه المسيح اول لقب انه المسيح وكلمة مسيح يعني الممسوح المعين من الله لهذه المهمة المسيح في العهد الاديم هو الشخص الذي عينه الله لفداء شعبه لخلاص شعبه الملك العظيم الذي سيأتي لكيما يخل الشعبه فالمسيح هو الشخص الممسوح المعين من الله لخلاص البشر ويصدق اول لقب تاني لقب ابن الانسان طبعا لقب ابن الانسان لا يشير الى انسانية المسيح لكن يشير الى المسيح الذي هو من طبيعة الله الذي صار جسدا يعني التجسد الالهي وعش كده المسيح في حياته باستمرار كان هذا اللقب هو اللقب المحبب له هذا اللقب يشير الى لهوته لانه لو رجعنا الى سفر دانيال واصحاح سبعة وعدد اربعتاشر هنجد انه ابن الانسان يشير الى اللهوت وليس الى النسوت كويس لكنه هو طبعا مش هيكلم عن لقب ابن الانسان واللقب الاخير هو ابن الله هذه الالقاب التلاتة تشير الى المسيح المسيح المنتظر الذي هو في نبوات العهد القديم اعظم من كونه انسان اعظم من كونه انسان هو ازلي هو في السماء هو مساوي للآب في الجوهر هو كلمة الله المتجسد طيب اجي هنا الى شهادة يسوع اجي للسؤال ده هل شهد يسوع عن نفسه انه هو المسيح هل المسيح لو كل المجد شهد عن نفسه انه المسيح خلينا نشوف الدكتور منقز في الفيديو التاني هيتحفنا يقول لنا ايه ونسمع الدكتور منقز وهو بيقول لنا هذا الكلام لكن السؤال هل المسيح عليه الصلاة والسلام قال بالفعل بانه هو المسيح المنتظر حتى لو وجدت حتى لو وجدت خلي بلك خلي بلك هو بيجاوب على السؤال وبعدين هو عارف الاجابة هو بيسأل السؤال وهو عارف الاجابة حتى لو وجدت يعني ايه؟ يعني في موجود حتى لو وجدت هو هيطعن في اللي موجود لأنه مش عايز يقبل اللي موجود فلازم يطعن فيه لأنه اللي موجود لا يتناسب مع العقيدة الإسلامية فنكمل حتى لو وجدت لو أنا أقول لو لو وجدت بأن هناك بعض العبارات في العهد الجديد تقول بأنه أنا المسيح فالحقيقة هذا الكلام لا يلزمني يعني أنا لست ملزمة بهذا الكتاب يعني طب هنجيب لك هنجيب لك منين كلام المسيح هتجيبه من القرآن اللي يجي بعد ستمائة سنة شاهد ما شفش حاجة هتجيبه منين هتجيبه منين لما لما الأنجيل الأربعة بتشهد على أنه المسيح هو المسيح لما المسيح نفسه بيشهد في الأنجيل الأربعة على أنه هو المسيح لما الكنيسة الأولى كلها بتشهد على أنه المسيح هو المسيح لما أيضا الوسائق سواء يوسيفوس أو غيره بيكلم عن المسيح الذي قال أنه المسيح أنجيب لك منين هناخدوا القرآن اللي جي بعد المسيح بستمائة سنة عشان تقبل شاهدته هل قال يسوع أنه هو المسيح خلوني أول حاجة أقول المسيح قال فعلا أنه هو المسيح في أول شاهد في أول شاهد بنقرأ عنه بنقرأ في إنجيل يوحنى أصحاح 4 القصة اللي معروفة لنا حديث الرب يسوع مع المرأة السامرية وانا هأرى في هذا الحديث من عدد عشر أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطيت الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو بنوه ومواشيه أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لا أستقي قال له يسوع اذهبي ودعي زوجك وتعالي إليها هنا أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج قال له يسوع حسنا قلتي ليس لي زوج لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك هذا قلتي بالصدق قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أرشليم الموضع الذي ينبغي أن نسجد فيه قال له يسوع يا إمرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أرشليم تسجدون للآب أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا قالت له المرأة خلوا بالكم من كلام اللي جيدة لأنه مهم قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيح المرأة بتقول للرب يسوع أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذلك يخبرنا بكل شيء ماذا قال لها يسوع ماذا قال لها يسوع أهو هنا العبارة دي ماذا قال لها يسوع قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو أولولي يعني إيه كلام المسيح أنا الذي أكلمك هو يعني إيه كلام ده يعني زي ما بالزبط تروح أنت بتسأل على بيت أبو يحيا مثلا كويس بتسأل على بيت أبو يحيا فبيقبلك أبو يحيا في الطريق فبتقول له أنا عايز أشوف أبو يحيا فأبو يحيا يقول لك أنا هو اللي بكلمك أنا هو اللي بكلمك المسيح بيقول بتقول له أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء المسيح يقول لها إله وكل مجد أنا الذي أكلمك هو يعني أنا هو المسيح أي شخص حتى اللي لسه بيتعلم الألف به القراءة والكتابة لما يقرع برزة كده يقول المسيح هنا بيقول عن نفسه أنه هو المسيح يبقى هل قال يسوع عن نفسه أنه المسيح ولا لا يا دكتور مونكز المسيح قال عن نفسه أنه هو المسيح ولا لا شوفوا من الجميل جدا اللي يقرأ اللي يقرأ قصة المسيح مع المرأة السامريا يعرف أنه المسيح خدها في ستيجيس أو في مراحل يعني المرأة دي كانت في كل كلام مع المسيح بتتنقل من خطوة لخطوة أعلى لخطوة أعلى لخطوة أعلى بيس؟ أول حاجة قالت له أنت رجل يهودي وأنا امرأة سامريا دي أول حاجة يعني عرفت فيها المسيح أنت يهودي وأنا سامريا حاجة تانية قالت له لعلك أعظم من أبونا يعقوب يعني يعني هل أنت أعظم من يعقوب أبونا يعقوب اللي هو أساس الأمة اليهودية اللي هو إسرائيل ويس هل أنت أعظم منه ويس مسيح في كمّل معها الكلام وصلها إلى خطوة أبعد وصلها إلى خطوة أبعد قالت له أرى أنك نبي أنت مش بس لا ده أنت كمان نبي لأنك عارف اللي أنا عملته كويس وعلاقتي مع أزواجي اللي قبل كده أنت بتعرف عن مضية أرى أنك نبي خدها خطوة أبعد أنه مسيح بتقوله أنا أعرف أنه المسيح الذي يقل له المسيح سيأتي هنا الرب يسوع الله إيه أنا الذي أكلمك هو وهنا حصل خلاص لهذه المرأة لما قبلت أن يسوع هو المسيح قبلها للمسيح كرجل يهودي لا يخلصها قبلها للمسيح أنه أعظم من يعقوب لا يخلصها قبلها للمسيح على أنه نبي لا يخلصها إنما قبلها للمسيح على أنه المسيح المخلص هو الذي يخلصها وعش كده المرأة دي عملته تركت جرتها وفرحت وراحت إلى المدينة وقعت لهم تعالوا ونزروا أنه قال لي كل حاجة وآمنت بالمسيح دكتور مونك إذا أنا بسألك سؤال بحسب ضميرك يعني لو صاح الستة دي اعترفت بأن المسيح هو المسيح ولا لا وهل المسيح قال لها صراحة في هذه العبارة أنا الذي أكلمك هو إنه هذا إعلان المسيح عن نفسه أنه هو المسيح ولا لا طبعاً مشكلة المسلم إنه مش هيقبل نص زي كده وعلشان مش عايز يقبل كلام المسيح الأول قال لك فين كلام المسيح طيب خلونا نشوف المسيح قال ولا ما قالش كويس وبعدين لما يعرف إن المسيح قال يقول لك أصلاً أنا ما بقمنش بالكلام ده يطعن فين يطعن في الكتاب شوف الفيديو اللي بعد كده وهو بيطعن في الكتاب المقدس بيطعن فين خلاص أنا مش المسيح قال بس أنا مش مش قابل هذا الكلام هلونا نشوف الفيديو رقم ثلاثة هناك بعض النصوص هذه النصوص لا نستطيع أن نعتبرها صادقة إحنا نستشهد فيها عادة طب إزاي لماذا تعتبرها الصادقة يا دكتور مونكس لماذا تعتبرها الصادقة أولاً كتبها شهود عيان كويس للحدث ثانياً اتكتبت في وقت قريب جداً من الإيمان المسيحي كويس واتكتبت لما كان شهود العيان أحياء يعني الكلام اللي اتكتب يحمل من المصداقية الكثير ليه ما تصدقهوش ليه ما تقبلهوش ليه ما تقبلهوش عارفين ليه لأنه لو إبل أن يسوع هو المسيح لو إبل أن يسوع هو المسيح يبقى هنا طعن في قرآنه وهو لا يريد أن يطعن في قرآنه مع أنه الكرآن بيشهد أن يسوع هو المسيح هو عيسى المسيح كويس لكن هو لا يقبل أن المسيح المسيح بحسب الفكر الكتابي اللي هو المخلص الوحيد المنقذ للبشرية غافر الخطايا لا يريد أن يقبل هذا دكتور مونكس كم الفيديو بتاعه نعتبرها صادقة إحنا نستشهد بها عادة عن النصارى إذا ما نريد أن نحاججهم لأنهم يؤمنون بها لكن ليس معنى هذا بأننا نصدق هذه النصوص وأننا مؤمنون بها طيب يعني النصوص دي موجودة بس أنا مش هؤمن بها النصوص دي موجودة بس أنا مش زي ما زي ما زي ما يكون في قادي ويس بيجيب بيجيب له المحامي كل البرهين يقول آه أنا البرهين دي موجودة بس أنا مش مش أخد بيها طب ليه مش تاخد بيها أما هي برهين صادقة ليه مش تاخد بيها نفس الفكرة على فكرة مش بس عند الدكتور مونكس نفس الفكرة عند كل الدعاية المسلمين يعني مثلا الفيديو للرقم اربعة نفس الفكرة بيقولك النصوص دي موجودة والنصوص دي بتأكد أن يسوع هو المسيح واللي بتأكد أن المسيح هو ابن الله واللي بتأكد كل هذا الإيمان المسيحي بس بس النصوص دي محرفة نسمع الفيديو رقم اربعة لا شك ولا ريب أن العهد الجديد علم بهذه العقيدة عقيدة أه كم أن يسوع هو المسيح ابن الله خلص نوع هنا يبقى العهد الجديد علم بهذه العقيدة إيه هي العقيدة أن المسيح هو ابن الله يعني ما يعني لما يجي يقولك أن المسيح اعترف به ابن الله في مجمع نقية ده الكلام ده كاذب ما يسويش حاجة أدي اعترف منه كمل كمل فيديو قيدة أن يسوع هو المسيح ابن الله والتشكيك في مصداقية هذه العقيدة يكون عن طريق التشكيك في مصداقية وموسقية الكتاب المقدس هنا بيدي لك المفتاح بقى بيقولك لو أنت عايز تشكك في العقيدة دي يبقى لازم تشكك فين في الكتاب المقدس ما هو فكر المسلم متبرمج كالقاتي عنده نص قرآني وعنده نص كتاب المقدس إذا تعارض الكتاب المقدس مع النص القرآني يبقى الكتاب المقدس هو المحرف والنص القرآني هو الصحيح that's it ما فيهاش نقاش ما بيستخدمش عقله مع أنه الكتاب المقدس كتب قبل القرآن ب600 سنة مع أنه الكتاب المقدس كتبه شهود عيان مع أنه كاتب القرآن لم يكن معاصراً للمسيح ولم يكن شاهداً على المسيح ولم يكن تلميزاً للمسيح ولم يكن تابعاً للمسيح ولم يكن حتى من المنطقة اللي فيها المسيح ده جي من منطقة بعيدة جداً بعد 600 سنة شاهد ما شافش حاجة نفس المبدأ بيطبقوا على صلب المسيح القرآن بيقول المسيح ما صلبش الكتاب المقدس بيقول المسيح صلب أنا أصدق القرآن مع أنه القرآن لم يكتب بشاهد عيان منطق معكوس منطق معكوس على فكرة المسلم ما عندهوش موضوعية ما يعرفش الموضوعية ولو ما يعرفش حتى البحث الأكاديمي وأنه يوصل في نقاشه إلى يعني يناقش الموضوع بموضوعية هو ماشي ورا كذبة ماشي ورا كذبة كمل مع بعض فمع وجود بعض النصوص المخرفة في العهد الجديد والتي تقول بهذه العقيدة تقول بأن يسوع هو المسيح ابن الله إلا أن هناك عشرات النصوص في العهد الجديد نصوص غير محرفة تعلم بنفس العقيدة طب سواني بس سواني أنا أتلخفينت بيقول هناك نصوص محرفة بتعلم بهذه العقيدة وهناك نصوص أخرى غير محرفة تعلم بنفس العقيدة طيب ماشي همشي معاك إزاي ما قولي امشي مع الكذاب لآخر الطريق يعني همشي معاك سيبك من نصوص المحرفة اللي أنت في نظرك محرفة ليه ما تاخدش النصوص الغير محرفة اللي بتعلم بنفس العقيدة هيخرج منها بردو حاولي يجد مخرج نشوف المخرج اللي هياخده وأنا شخصيا أجد أنه من الصعب جدا أن نقول أن هذه العقيدة دخلت نصوص العهد الجديد عن طريق التحريف من الصعب جدا أني أقول أن هذه العقيدة دخلت إلى العهد الجديد عن طريق التحريف يعني إيه؟ يعني النصوص دي غير محرفة النصوص دي غير محرفة ده ده بيشهد على أن النصوص اللي في الكتاب المؤدس اللي بتقول أن يسوع هو المسيح المنتظر نصوص غير محرفة كمل جناب الشهر بل إنني أقول أن هذه العقيدة كانت عقيدة كتبت الأناجيل وكتبت العهد الجديد أشكرك يعني العقيدة دي عقيدة المسيح ابن الله المسيح المنتظر هي عقيدة كتبت الأناجيل كتبت اللي هو مرؤس اللي هو سريماتة ومرؤس ولوأة ويوحن طيب ليه ما تقبلهاش بقى خانشوف بقى الفكرة اللي هيطلع بها كم وكتبت العهد الجديد وهم كلهم تقريبا من أتباع بولس وبولس من أوائل الذين نشروا هذه العقيدة إن لم يكن هو أصل هذه العقيدة يا ربي يعني لف 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 اللفة دي كلها عشان يقول لي إن العقيدة دي أساسا من بولس وبولس هو اللي علمها لتلاميذ المسيح وتلاميذ المسيح هم اللي كتبوها في الأناجيل بزمتكو ده كلام عقل ده كلام يدخل العقل ده كلام ممكن حد يفكر فيه بالطريقة دي يعني أنت بتعترف إن النصوص دي صح وبتعترف إن النصوص دي غير محرف وبتعترف إنه كتبت الإنجيل قالوها لكن تيجي في الآخر تقول أصله كتبت الإنجيل يعني تأثروا بولس وبولس هو أول من علم بها وبالتالي هم كتبوها تباعا لبولس هم كانوا بيكتبوا عن بولس هم كانوا بيكتبوا عن المسيح كانوا بيكتبوا عن حياة المسيح لقاءات المسيح ماذا علم المسيح ماذا قال عن نفسه بوترس كان شاهد يحنى كان شاهد متى كان شاهد يعني نجيب لك مين تاني شهود مين تاني شهود لكن لأنه هو غير قابل لأنه يقبل أنه المسيح هو أو يسوع هو المسيح المنتظر طب يتعن فيها طيب شوف شاهد آخر بيقولوا الرب يسوع في كلامه احنا بتشوف أن الرب يسوع أعلن أكتر من مرة أنه هو المسيح أعلن أكتر من مرة أنه هو المسيح أنا الذي أكلمك هو أنا اللي بكلمك هو ويشاهد آخر في صلاة المسيح الشفاعية لما بيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك على فكرة كلمة وحدك ليست هنا مقارنة بين يسوع المسيح والله الآب مش مقارنة ما بين الله الآب والكلمة المتجسد المقارنة هي أن بين الله الآب وآلهة الأمم الوثنية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بمعنى أنه لا يوجد لها أخرى معك أنت هو الإله الحقيقي وكل آلهة الأمم أو ثان فهي سوى ما يجيش واحد وانا خدت حلقة كاملة عن هذه الآية ويسوع المسيح الذي أرسلته آه هو الكلمة المتجسد الذي تجسد وأتى إلى علمنا لأجل فدائنا ويسوع المسيح المخلص ويضع اسمه يسوع لأنه يخلص شعبهم من خطيرهم والمسيح هو المعين لتتميم هذه المهمة المسيح بيقول عن نفسه أنه هو المسيح طيب أخذ شاهد رابع في محاكمة الرب يسوع لما عملوا مجمع علشان يحكموه يقول كده فسأل رئيس الكهنة أيضا رئيس الكهنة سأل الرب يسوع وقال له وقال له أأنت المسيح ابن الله ده سؤال قل لنا أأنت المسيح ابن الله أو ابن المبارك أأنت المسيح ابن المبارك فقال له يسوع أنا هو إيجو إي مي أنا هو أنا هو يعني المسيح أجاب المسيح أجاب المسيح أدم إجابة وفية زي ما تيجي الواحد تقول له هو أنت مثلا أشرف يقول لك أنا هو أنا ده إجابة إجابة واضحة ده أكتر من كده ده المسيح أكدها أكدها أكد ميسيانيته ويس باقتباسه من دانيال أصحاح سبع وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في صحاب المجد إيه ده على فكرة رئيس الكهنة لما سمع الكلام ده مزق سيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود أنه يجدف ليه لأن المسيح نسب إلى نفسه ما ينسب إلى الله ما ينسب إلى يهوى المسيح المسيح على طول على طول يقول أنه يجدف أن المسيح يجدف زي ما زي ما أيضا موجود في مرؤس أربعة أنه لما الرب يسوع قال للمفلوج مغفور لخطيك قالوا لماذا يجدف لماذا يجدف ليه لأن الوحيد الذي يخفر الخطايا هو شخص الله المسيح هنا قال وقاتيا في سحاب السماء يبقى المسيح نسب إلى نفسه ما ينسب إلى يهوى في العهد القديم وأكد أنه هو المسيح المسيح أكد أنه هو المسيح بما لا يدعو مجالا للشك في المحاور اللي كان مع الدكتور منقز في الفيديو ده بيكمل سؤال الدكتور منقز في الفيديو اللي بعد كده والسؤال ده مهم جدا يعني مرتبط بمحاكمة الرب يسوع وبإجابة الرب يسوع نشوف الفيديو رقم أربعة الفيديو رقم خمسة سوري الأعداء اليهود قالوا عنه أنه إدعى المسيح وهناك نعم عقد يعني مجمع خصيصا له وهو لم يستجب عندما قالوا له أنت المسيح من الله قال أنت تقول وهي كلمة كما يقول حنى جرجس الخضر إذا ما كنت نسيان يقول كلمة تفيد بأنه يعني أنتم الذين تقولون هذا وليس أنا طب بيقول لهم أنت تقول يعني أنت اللي بتقول أنا مشل أنا بقول أنا أنت تقول هنا بيقول له طيب أنا هو في مرقص بيقول أنا هو مسيح بيأكد هنا مسيانيته وبعدين خلوا بالكو دايما بيعمل دكتور مونكز البرنامج ده على الهوى على فكرة وأنا عارف الشخص السائل اللي بيسأل الدكتور مونكز كويس الدكتور مونكز علشان يثبت أنه عالم عالم بكل الأمور مشكلة الدكتور مونكز أنه اقتباساته مسروعة غلط خلينا أقولها صح مش مقتبسة غلط لا مسروعة غلط هو هنا بيقتبس على الهوى يكون واحد كده عالم بمجال معين ويقول كما قال فلان وكما قال علان وهو بيأكد اللي بيقوله بس عشان يثبت أكاديميته فهو بيقتبس وكذا مرة أنا قلت اقتباساته من الدكتور حنة جرجس الخضري اقتباسات مسروعة غلط مسروعة غلط وده على فكرة سمة من سمات كل اقتباسات الدكتور مونكز السقار اللي اقتباسها في مناظراته قبل كده وفي نقاشاته قبل كده حظه 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 اللي سويد زي ما احنا نقول يعني ان الدكتور حنة جرجس الخضري دي اعتبرت استاذي استاذي وانا درست على ايده كتاب تاريخ الفكر المسيحي واعرف جيدا دكتور جرجس حنة الخضري واعرف قصته واعرف حياته واعرف كل حاجة بيس كان بيجي لنا مخصوص من فرنسا عشان يقدم لنا المحاضرات دي عن تاريخ الفكر المسيحي الدكتور حنة جرجس الخضري في تاريخ الفكر المسيحي ناعش اعلان يسوع ومسيانية المسيح مسيانية المسيح ان يسوع هو المسيح وانا هنا هجيب لحضراتكم قبل بعد الجزء ده انا هرجع له تاني بس هجيب لحضراتكم احدى هذه الاقتباسات في الجزء التاني او المجلد التاني الجزء التاني وفي الفصل الرابع شوفوا كلام دكتور حنة جرجس الخضري هل هو بينفي عن المسيح المسيانية ولا هو بيأكد مسيانية المسيح بيقول وقبل ان يظهر يسوع جاء الذي قيل عنه باشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبلوا مستقيم اشعياء ان الرب قبل ما يأتي هيرسل من يعد الطريق صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قلوا بالكم اعدوا طريق الرب يعني اعدوا طريق يهوى يبقى مين اللي جاي يهوى يبقى قبل يهوى ما ييجي قبل يهوى ما ييجي هيأتي من يعد الطريق امام مجيء الرب يبقى الرب يسوع اللي جاي يحنى المعمدان يمهد الطريق قدامه يبقى هو لو حبنا نطبق الاية دي عليه يبقى هو ايه يبقى هو يهوى صح وإلا يحنى يبقى مجيء جاي في الوقت الغلط مع شخص الغلط لكن يحنى جاي في الوقت الصح مع شخص اللي صح لكن يكمل قولين فإن مهمة يحنى كانت اعداد الطريق امام المسية اعد طريق الرب الرب هنا هو هو المسية الرب هنا هو المسية ولذلك فقد قال هو نفسه عندما سألوا عن شخصيته الفرسين قائلين من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك الفرسين سألوا يحنى المعمدين ادينا جواب انت مين قال لهم أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال اشعياء نبي ولكن في وسطكم قائم بإشارة بإشارة للمين للرب يسوع المسيح يحنى بيشير إلى يسوع المسيح ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حزائه يحنى بيقول مشان المسيح ده المسيح ده قائم في وسطكم وانتم مش عارفينه الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي لفتكر حضراتكم لما كنا بنتكلم عن انجيل برنابا انجيل برنابا سرق الآية دي ونسبها لرسول الإسلام من المضحك يعني كويس طيب وبعدين بيقول بيقول وفي هذا الإعلان الدكتور يحنى جيرجس القدري وفي هذا الإعلان الذي أعلن فيه يحنى عن نفسه بأنه ليس هو المسيح المنتظر وما هو إلا ذاك الذي يعد الطريق أمام المنتظر يقدم لنا المسيح الذي انتظرته الأجيال وفي الغد نظر يحنى يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وهنا يتقابل صاحب الصوت الصارخ في صحراء اليهودية والمعلن عن قدوم المسيح القريب مع المسيح نفسه يحنى تقابل مع المسيح ده كلام مين ده ده كلام حنى جرجس الخضري يا دكتور منقز لما تقتبس من دكتور حنى جرجس الخضري كن أمين كن أمين ما تبقىش غشاش ولا مزور ولا مدلس اقتبس منه وصح اقتبس منه وما تخدعش المشاهدين بتوعك لأنك كل مرة بتفقد مصداقيتك لما تقتبس اقتباسات غلط دي دي نصحت لك يا دكتور منقز لأنه كل مرة بتثبت أنه انت فعلا بتكذب وبتغش يقولي بقى دكتور حنى جرجس إن هذه اللحظة لحظة مقابلة يحنى مع المسي نفسه أن هذه اللحظة لحظة مقابلة يحنى المسي يسوع تعد من أعظم وأمجد اللحظات في تاريخ البشرية ذلك لأنه فيما قد تقابل ذلك الذي كان يعلن مجيء الأعظم والأعظم نفسه يعني يحنى الذي كان يعلن عن مجيء الأعظم تقابل مع الأعظم نفسه اللي هو المسي يحنى الذي يمثل أنبياء العهد القديم وخاتمهم الذين تنبأوا وانتظروا أجيالا طويلة مجيء المسي ولم يروه والمسي نفسه ففي لقاء يسوع ويحنى يتقابل وجها لوجه الصوت الصارخ والموعود به النبي والمتنبأ عنه يحنى ويسوع عرفت بقى بيقول الدكتور يحنى جرجس الخضري بيقول عن يسوع المسيح هو المسيح مش أن يسوع بينفي عنه المسيح وبيقول أنه أنتم تقولون يعني أنا مش بقول أنتم تقولون ده جزء من الطامة الكبرى بتاعة الدكتور مونكز الصعار طيب ناخد فيديو رقم 6 في الفيديو ده بنشوف الدكتور مونكز بيقول لنا أنه تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح لم يؤمنوا أنه هو المسيح تشوف الفيديو رقم 6 ونرجع التلاميذ الأوائل يعني يعني كيف يعني ماتوا وقابلوا يعني هذا العصيان بسبب رسالة ماذا رسالة من طيب هنا السؤال بيقوله ايه بيقوله يا دكتور مونكز التلاميذ المسيح استشهدوا من أجل إيمانهم ورسالتهم بأن يسوع هو المسيح طب يعني لو هو مش المسيح يبقى هم استشهدوا ليه هم استشهدوا ليه من أجل مين يعني استشهدوا فنشوف بقى إجابة الدكتور مونكز ما أدراك أنهم قبلوا عفوا يعني مثلا بطرس وتلم وتوم وبرناف ومن أدراك أن بطرس قبل المسيح إله من أدراك أن بطرس قبل المسيح إله وكأن الدكتور دكتور مونكز لم يقرأ لبطرس الأولى ولا بطرس التاني نهائي يعني لم يقرأ الإنجيل لا يعرف ماذا كتب بطرس في رسالة الأولى عن الرب يسوع والإيمان بيسوع المسيح ولم يقرأ رسالة بطرس التانية اللي بيعلن فيها أيضا عن مين هو يسوع المسيح وماذا صنع بيقولك من أدراك أن بطرس قبل المسيح وآمن به إلها طب قل لينا بقى أنت على أي أساس بتقول الكلام ده على أي أساس يعني خليني خليني مثلا أفتح مع حضراتكم بعض من هذه أنا مش معاي على على الشاشة لكن خليني أقرأ بعض الأجزاء من من بطرس الأولى يعني يعني وكان الدكتور مونكز لم يقرأ نهائي بطرس الأولى ولا بطرس الثاني يقول كده مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات وعيس وبعضين يقول عن الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم السبق فشاهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها رسالة بطرس الأولى بتكلمني عن يسوع المسيح وعن عمل يسوع المسيح واستعلان يسوع المسيح والقدوس يسوع المسيح ولازم حتى اقتباساته أنه لازم نسلك بقداسة كما أن يسوع المسيح هو قدوس كل هذه كلمنا عن طبيعة المسيح وعن لهوته يجي يقولك ومن أدراك أن يسوع المسيح أن بطرس قبل يسوع المسيح إله كلام اللي بيتقال ده كلام مصاطب هو مجرد أنه بيعترض على سؤال السائل ومش عايز يجاوب عليه لأن واحدة من المصداقية الكتاب المقدس هو أن تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح ماتوا من أجل شهادتهم عن يسوع المسيح بيقوله السائل يبقى هم ماتوا من أجل ماذا يعني لو هو ومش يسوع المسيح يبقى ماتوا من أجل من هذا شوفوا هنا بوتروس ده إعلان بوتروس عن يسوع المسيح وجميل جدا نحنا نعرف أنه هذا الإعلان كويس هو إعلان الآب عن ابنه من خلال بوتروس فبيقول كده فأجاب سمعان بوتروس المسيح بيسأل تلاميذه من يقول الناس أني أنا بعدين بيقول لهم وأنتم من تقولون فأجاب سمعان بوتروس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي أنت هو المسيح ابن الله الحي لو المسيح عايز ينفي عنه هذا الكلام يقوله إيه فإن يقوله لا يا بوتروس أنت غلط أنت جبت الكلام ده منين أنا مش المسيح أنا زيك منتظر ما جاء المسيح لكن خلوا بلك من رد فعل المسيح وكلام المسيح لبوتروس فأجاب يسوع وقال له توب لك يا سمعان يعني يعني يا لسعتك يا سمعان أنت أنت إنسان يعني سعيد جدا ويا ل البركة اللي في حياتك ليه توب لك يا سمعان ابن يونة أن لحما ودما لم يعلن لك يعني يا سمعان إعلانك أنه أنا هو المسيح ابن الله أنت ما وصلت لهوش من خلال لحم ودم أنت وصلت لهذا الإعلان من خلال إعلان الآب من خلالك لكن أبي الذي في سماوات يعني الآب يشهد عن يسوع أنه هو المسيح وأعلن هذا الإيمان من خلال بوتروس لكن الدكتور من خلال يرفض هذا ويقول لك أنه من يعني عرفت منين أن يسوع أن بوتروس إبل يسوع على أنه هو ابن الله أي كلام فأي كلام شوفوا كلام الرب يسوع مع مريم ومارثة لما رب يسوع في يحن 11 مفروض يحن 11 25 27 يحن 11 عدد 25 إلى 27 قال له يسوع أنا هو القيام والحياة هو مين يقدر يقول أنا هو القيام والحياة مين من البشر عاش على هذه الأرض قال أنا هو القيام والحياة مين محدش محدش حتى أعظم الأنبياء اللي عاشوا على أرضنا لم يستطع واحد منهم أن يقول أنا هو القيام والحياة لا لا إبراهيم ألحا ولا سحاء ولا يعقوب ولا داود ولا إشعياء ولا أرمية ولا حسقيال ولا أي حد ولا أي حد زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أنه مشكلة مشكلة اليهود مع المسيح مش أعماله مشكلة يسوع المسيح مع اليهود لم تكن الأعمال التي عملها آه عمل أعمال كتيرة شافة مرضى أقم موتى آه آه يعني أشبع جياع عمل عمل معجزات كثيرة جدا مشكلة اليهود مع المسيح كانت ليس أعماله ولكن إعلاناته عن نفسه باللي بيقوله عن نفسه يجنن اللي بيقوله عن نفسه ما ينفعش ننسبه لإنسان اللي بيقوله عن نفسه ما ينفعش ينسب لأي واحد من البشر يعني لما ييجي المسيح ويقول مغفورة لخطاياك أول سؤال هو أنت مين عشان تخفر الخطايا يعني لو كان أوم الإنسان ده وقال له قم من غير ما يقوله مغفورة لخطاياك كان ممكن اليهود يعدوها لكن لما يقول للإنسان مغفورة لخطاياك ولا أحد يستطيع أن يغفر الخطايا إلا شخص الرب وحده يبقى المشكلة الكبيرة هي في كلام المسيح لما المسيح يقول عن نفسه أنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يبقى هنا في مشكلة كبيرة للدرجة أن اليهود معرفوش يستوعبوا كلام المسيح قالوله أنت ما بلاكش ستين سنة أنت أنت عمرك ما وصلش حتى ستين سنة أنت مش ختيار مش كبير السن إزاي أن أنت شفت إبراهيم قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن مرة تانية في يوحن خمسة ويس لما رب يسوع شاف المفلوك شاف المفلوك وقالوله إحنا إحنا مش بنعاديك أو هنرجمك لأجل أنت قسرت السبت بس لكن لأنك أنت سويت نفسك بالله لما قلت أبي يعمل وأنا أعمل حد وأنا أعمل أنت عملت نفسك معادلا لله مشكلة اليهود مع المسيح ما أعلنه يسوع عن نفسه وهنا بيعلن حاجة عن نفسه جميلة ورائعة ولا يمكن أن تكون إلا من طبيعة الله نفسه أنا هو القيامة والحياة وعش كده عزيز المشاهد وأختي المشاهدة في كل مكان كل ما قاله يسوع صدق وحق كل اللي قاله يسوع صدق وحق وعش كده الإنسان اللي بيقبل يسوع المسيح مخلص شخص اللي حياته بينال حياة وبينال قيامة جديدة حتى وإن مات فسيحيا من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت بمعنى يرى الموت الأبدي الهلاك الأبدي لن يرى حلاكا أبديا أتؤمنين بهذا أنت بتدور على حياة نفسك تنال حياة جديدة نفسك أنك تضمن حياتك الأبدية الأخوة المسلمين بيحاولوا أنه يعملوا كل شيء علشان يضمنوا الجنة بيحاول يصوم يحج يصلي يعمل كل الفرائد علشان في الآخر يدخل الجنة بس حتى دي مش مضمونة حتى دخلهم للجنة بالطريقة دي مش مضمونة محدش أبدا من المسلمين يقدر يقول أنا ضامن ضامن أدخل الجنة مهما عمل من أعمال ده حتى رسول الإسلام حتى رسول الإسلام ما كانش يعرف هو يروح فين ومات ما يعرفش رايح فين إنما الوحيد اللي بيدي يقين ورجاء وإيمان بحياة أبدية هو المسيح لما قال أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيح قالت له نعم يا سيد أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم هنا اعتراف صريح بأن المسيح هو ابن الله الآتي إلى العالم هل الرب يسوع وبخ هل قال لها لا 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 الرب يسوع أظهر ليها بقيمته العازر أنه هو فعلا المسيح ابن الله هو رب القيامة المسيح بس مش بيقيم البشر قيامة جسدية المسيح المسيح كل يوم بيقيم أموات روحيا بيقيم ناس خطاه ويغفر خطاياهم ناس أموات بالذنوب والخطايا ويعطيهم حياة جديدة المسيح مازال يقيم كل يوم الملايين من البشر يغير حياتهم ويعطيهم حياة جديدة إحنا عندنا في قناة الحياة بنشوف ده قدامنا كل يوم بنشوف ده بوضوح مع كل أحباءنا اللي بيخدموا معانا في قناة الحياة من خلفية إسلامية كثيرون لأغلبية العظمة من إخوتنا اللي بيخدموا معانا في قناة الحياة كلهم من خلفية إسلامية دول اختبروا قيامة روحية اختبروا أنهم اتنقلوا من الموت للحياة اختبروا أنهم اتنقلوا من الظلمة إلى النور ومازال المسيح إلى يوما هذا بيصنع هذا هو اللي قال وحده تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا وريحكم حبائي العالم حوالينا مليان أمور مزعجة كثيرة حروب افتح تلفزيون تصاب باكتئاب حروب مجاعات أو بيئة مخاطر ناس بتعيش عبد للخطية يمكن أنت محمل بثقل خطيئك ثقل أتعابك ثقل عندك احتياجات فقد الرجاء ما عندكش أمل في الحياة يمكن كمان بعض المشاهدين توصل بيوم الحالة إنه يفكر في الانتحار يفكر إنه الموت أفضل من الحياة اللي عايشها سنهار ده أنا عايز أقول لك عن خبر حلو خبر يدي لك حياة جديدة آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك الرب يسوع قال كده وأما كل الذين قابلوه كتاب المؤدس بيقول لنا الحقيقة دي وأما كل الذين قابلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله رب مش عايزك عبد تعمل اللي انت عايز تعمله كعبد في خوف ورعب رب عايزك كابن عايز تدي لك حياة تدي لك حياة هبصالي النهاردة أنه يمكن منتكلم عن المسيح الرب يسوع المسيح لكن هذا عمل المسيح هو أن يرفع خطيانا يحمل آثامنا وعش كده قيل عنه بالنبوة وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبوره يشوفينا ما فيش حد عارف المسيح وندم وما فيش حد قبل المسيح وخسر وما فيش حد قبل المسيح وما ضمنش أبديته عش كده بدعيك النهاردة أنك تقبل يسوع المسيح المخلص لحياتك نكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى نلتقي سلام المسيح مع حضرتكم ترجمة نانسي قنقر